لذلك دشنا ناشطونا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بتغيير المبعوث الدولي إلى اليمن مارتون جروفوس على خلفية فشله وعدم مقدرته على إيجاد أي حل للأزمة اليمنية ودعا منظم الحملة في تصريح لوكالة خبر أبناء اليمن كافة إلى استمرار نشر الهاشتاغات المطالبة بتغيير وإقالة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتون جروفوس وقالوا إن جروفوس تحول من مبعوث أممي إلى سفير الميليشيات الحوثي وأصبح همه الوحيد هو التنقل بين عدة دول لعقد لقاءات مع أشخاص لا يمكنهم أن يقدموا أي حل للأزمة وأكدوا أن كافة لقاءات وزيارات جروفوس الغرض منها فقط التمديد لمهمته وحصوله على المزيد من الأموال له ولطاقمه واستمرار راتبه بالإضافة للمبالغ المالية المهولة التي يتقاضاها جراء تلك الزيارات